الحمد لله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أهباء في الله هذا هو الدرس الأخير المتعلق ببر الوالدين من كتاب الإمام البخاري بر الوالدين ووصل بنا المقام عند حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل هذا الحديث فيه خطاب إلى من بر والديه أنه ينتقل إلى أبر البر أي أشد بره ودرجة عالية من الإحسان للوالدين فهو بعد ما استنفض طاقته في الإحسان للوالدين أراد أن ينتقل إلى درجة أعلى سواء في حياتهما أو بعد مماتهما وهو الإحسان لمن يحبهم أبوه أو من تحبهم والدته انظر انظر إلى هذا البر فهو لم يكتفي بالإحسان إلى أبيه وبالإحسان إلى أمه واستنفض طاقته في الإحسان إلى والديه يريد أن ينتقل إلى درجة أعلى فأرشده الشرع أن الميدان ما زال مفتوها وأن المجال ما زال موجودا فما عليك إلا أن تحسن إلى من يحب أبوك إلى الأشخاص الذين يحبهم أبوك وإلى النساء التي تحبهن أمك وهكذا فانظر إلى هذا المقدار الذي يسعى إليه من يبحث عن البر من يحب الحصول هذا خ 물وك وهذا لا تشعر دو